السلام عليكم ورحبكم معي من جديد وفيديو جديد أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال و تكونوا كلكم صحة جيدة بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو اللي ممتع جداً غادي نقدم لكم في عدة أشكال يعني بمقادر واحدة غادي نقدم لكم عدة أشكال غادي نوجد معكم جنواز غادي نوري عليكم بجميع الأسرار ديالها كيفاش تخدموا بيها أشكال غا يكونوا مختلفين غادي نديروغي ذلك بقاناش اللي غادي يكون بالقهوة حليب بدون كريمة بلا منطول عليكم ونخليكم مع المقادر بطريقة تحتين وفرجة ممتعة ونبدأ على بركة الله نحتاج الكاس عن بادي الحليب اللي كنديروه في كسرنا كنزيدو معاها مع القصغيرة القهوة اللي كتكون مطحونة يعني القهوة اللي كناخدوها ونطحنوها نديرو معلقة صغيرة من قهوة اللي كتكون سريعة الدوابا كنديرو الكاسرنا ديالنا على النار ونخليوا الحليب مع القهوة حتى يغليوه مزيان مجرد انهم كيغليو ونطفيو عليهم النار ومن بعد كنغطيهم كنخليوهم دقيقة ونجوج حتى يطلقنا القهوة مزيان فهذا الحليب بعد من بعد مكدوز جيال دقيق كناخدو الحليب ديالنا ونصفيوه على 300 جرام شوكولات بالنسبة للشوكولات انا استعملت شوكولات جيدة يعني استعملوا شوكولات غيش او شوكولات لكي يكون نوعية جيدة ونستعملوا بديل شوكولات ضروري تستعملوا شوكولات يكون مزوين هنا انا خلطت جوجد انواع شوكولات عندي شوكولات بالحليب وعندي شوكولات اسود خلطتهم بجوجد كما قلت لكم 300 جرام ونصفي عليه الخليط الحليب والقهوة بالنسبة لي هنا انا اخلطت الحليب والشوكولات عدرتهم كفح حمام مائي الى بغيتوا ممكن تدوبوا الشوكولات قبل ما تضيفوا عليه الحليب يعني كتدوبوا الشوكولات هو اللو الفحمام مائي بعد من بعد كتديروا الحليب والقهوة وكتصفيوا على شوكولات لكي يكون دايب وكتحركم زيان حتى ينسجموا لكم المكونات أنا حضرت هذه الطريقة مهم اضيفوا الطريقة التي من نسبكم من بعد ما يدوبوا الشوكولات وكتحركم المكونات مع بعض بطريقة هذه نزيد عليهم 80 جرام الزبدة هنا ضروري جدا تخدموا بزبدة حيوانية وما تخدموا بالزبدة ناباتية هنا ضروري كما قلت لكم باش نسجح لكم القاناش انكم تخدموا بالزبدة حيوانية اللي قد تكون في نسبة الدون من بعد ما نخلط المكونات ينسجح للمكونات سوف نضيف البلاستيك اللي سوف نضيفها فوق الوجهة مباشرة كنتم نضيف البلاستيك ونضيفه في التلاجة مدة جوجة لساعة هنا من بعد ما نضيفه نضيف جوجة ساعة ثم نضيفه لتنكمل المراحل سوف نضيفه الجنواز نحتاج الى 5 البيضات المهم جدا يكون البيض بالحرارة المطبخ إذا أردت الجنواز لكم تنجح يجب أن البيض يكون بالحرارة المطبخ نزيد مع 5 المعالقة الثقر و معالقة السائل فاني أو ممكن تعودها بكيس سوكا الفاني نضيف معه مرشة الملحة و نطلع المكونات بهذا الشكل هذا المرحة مهم جدا لكي تنجح لكم الجنواز و لا تهرس لكم و قومت بتطرب البيض قومت بتطربوا فيها قريبا مدة الاربعة خمسة دقيق و تنجح لكم حتى يرجع الان دليل فاتح و يكون قواما بهذا الشكل سوف نترجع هذا المرحلة لكي نجح لكم الجنواز و لا تهرس لكم هنا من بعد مكانت تطربوا البيض و سوف نترجع و نأخذ هذا المعالقة دقيق مع معلقة البودرة الكاكاو معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة وعامرين هنا سوف نقوم بعمل جنواز شوكولات سوف نقوم بعمل معلقة كبيرة بودرة الكاكاو إذا تريدون جنواز فاني سوف نقوم بعمل 5 دقيق بالنسبة للمكونات القرام نكتبها في الشاشة ونكتبها في أسفل الفيديو هنا نزيد عليهم كيس الخمير للحلويات للوزن 8 جرام ونقوم بعمل 4 كاس الحليب و 4 كاس الزيت في هذه المرحلة لا نستعمل الضراب لا نستعمل الضراب أو غيمة خشبية أو سباتيلا ثم نقوم بعمل الضراب ونضع كب كمية قليلة فوق الخليط لا نضع كب كمية كلها دفعة واحدة نقوم بغيب المهل نقوم بغيب المهل ونحاول أن لا نهرس الخليط نقوم بغيب المهل وأنا ندور من الفق ثم نضيف الزيت والحليب ونقوم بمراحل لا نضيفهم بغيب المهل ونضيف المهل ونضيف المكونات كله ونقوم بغيب المهل يجب أن يكون القوام بهذا الشكل لا يكون جاري إذا جاء الخليط جاري فعرفوا بأن الجنواز لا تصدق يجب أن تسالب المراحل كلهم يجب أن يكون الخليط بهذا القوام بهذا الشكل من بعد نأخذ سنية الفرن لكي يكون القطر 30 على 30 سنتيم ندهنها بزبدة فن و نفرش فيها ورقة طهي يجب أن يكون الخليط بهذا الشكل يجب أن يكون الفرن على 160 درجة النار تكون من فوق ومن تحت كما يجب أن يكون 60 درجة يعني عافية اللي تكون مهيلة و نجعل الجنواز جديد في الفرن مدة 10 دقائق هنا يجب أن نقضي الجنواز جديد في الطاوة و ضروري أني نخبط طاوة شوية بهذا الشكل لكي يجب أن يطلب الجنواز لا تصدق بلاسة عالية و بلاسة هبطة يعني تخبطوا الصنية كلما تدخلوا على الفرن كما قلت لكم الفرن على 160 درجة يجب أن يكون من فوق ومن تحت مدة دير الطاوة لا تتعدى 10 دقائق لا يطيب الجنواز جديد في السعف سوف يجب أن يكون مناشفة أو يطيب سلكم يعني مدة دير الطاوة كما قلت لكم لا تتعدى 10 دقائق مباشرة من بعد ما تطيب كان حيث عن السنية و هنا سوف نقلبها فوق ورقة واحدة اخر إذا أخذوا الجنواز لكم ستقليكم على الجهة الثانية ممكن ترشوا شوية السكر بودرة عاد باش تقلبوها وهذه الجنواز لنشتوها كما تجيغ فيها فكتجيب حلق بونج وكتلعبوا بها كما بغيتوا يعني كتتحركوا كما بغيتوا بلا ما تتهرس هنا سوف نحضر السيرو سوف نسقل بها الجنواز سوف نحتاج الكاس عن بادي الماء وهو 160 أو 150 مل سوف نحتاج الكاس عن بادي السكر وهو 150 غرام سوف نزيد معهم معلقة كبيرة القهوة التي تكون سريعة سوف نجعلهم فوق النار حتى يبدأ يغليهم وكما قلت لكم سوف نجعل المكونات على النار حتى يبدأ يغليهم سوف نطفع لهم ونجعلهم جانبا ونجعلهم جانبا هذا النار كما قلت lg سوف نسقي الجنواز بسير القهوة لا نسقي الجنواز بالضبط لا نسقي الجنواز بالضبط نضيف الكريمة نضيف الكريمة لا نسقي الجنواز لا نسقي الجنواز سوف نقوم بطاقة الجنواز تشترك بالضبط نسرع كريمة غيب يجب أن تكون طبقات الجنواز تكون نقية من بعد أن نضع طبقات الكريمة فوق الجنواز سوف ندور في الجنواز سوف نضع طبقات الكريمة او تجمعها في بلاستيك اللي بغيتو و تجمعها مزيان من بعد ما نجمعها نجعلها ترتاح اقل المدة يجو جرسات طروري نجعلها ترتاح من بعد كنزينها لما تريد ان تخاف من هذه الطورة ممكن تريدها الطريقة هذي نجعلها نفس النتيجة نجعلها نفس الحشوة و نفس الخطوات التي تبعنا في هذا القطور سوف نضعها في قطور واحد اخر ولكن مختلفة سوف تقسم الجنوات سوف تقسمها الاربعات القطاع اللي يكونون متساوية لكي عبرت القطاع لكي يكونون بشكل متساوي سوف نضع الجنوات بالقهوة ومن بعد سوف نضعها درء في القطاع ومن ثم نضع الجنوات فقط قطع الجنوات ونضعها في القهوة ونضعها مباشرة من بعد سوف تقسمها على 4 ونضع الجنوات سوف تقسم كل طبقات فوق الثانية فقط طريقة اضغط كلها تبقى و اضغط كلها في المحل اضغط كلها اضغط كلها اضغط كلها و اضغط كلها لتبقى الكريمة خدمت جنواز أخرى خمسة البيضات خمسة المعلقة السكار الفاني ورشد الملح ومعلقة كبيرة بودرة الكاكاو نفس المكونات ونفس الطريقة خدمت جنواز الأولى بالنسبة للقوطر الصينية 22 سنتين نخدمها بنفس المكونات ونفس الطريقة خدمت جنواز الحلويات نضعها على 3 ثم نضعها بسير القاوة ثم نضع الكريم ثم نضع الجنواز ونضع أسلق الكريم نجد نفس الطريق لا تسعلق الكريم ونضع التقاط أمضع الكريم ما هذا القطر الصينية لا تسعلق الكريم لكن الضترص الصينية نضيف الغناء من الجنوب الخفيفة و نضيف الغناء من الجنوب يمكنك التضيف بالمشارع و نضيف الشوكولات من الجنوب نضيفه من الشوكولات المضمئة ونضيفه في المشكلة ثم نضيفه حيثت شوكولات المضمئة قمنا بخطوط مرة أخرى ونضيفه 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 كمتبه تصنل سوف نضيفه 150 غرام الشوكولات ونضيفه كمتبه 30 مل ونضيفه 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 تضيفه نضيفه 50 غرام اللوس ونضيفه نضغيها بكثير من دفع لكي نضغيها نسرحها لكي نرى سوف نستعمل ثم نأخذ كمية من القرناش في جيب حلواني نأخذ كمية من القرناش في جيب حلواني نأخذ قمعة لكي يكون مسنن و نزين بها القطوة ثم نأخذ قطعة لكي تكون ضائرة نسخنها قليلا نسخنها لكي تقطع دوائر الشوكولات بكل سهولة لكي تكون حديدة سخونة و تضعها على الشوكولات يترسون لكم الدوائر بكل سهولة بلا ما يتهرسوا ثم نزين بها القطع الجنيبات لكي نفيني القطوة هنا قطع الخطاء نسخن لمسك قبل ان نقطع ضروري انكم تسخنوا لمسك و تضيفوا في المسك قبل ان تقطعوا بها الجنيبات لكي تقطعها مفيني و لا يتهرس لكم الشوكولات هنا نزين القطوة الثاني قم اضافة شوكولات لكي ننزل القطوة نعمل الجنيبات أستطيع تغطيها من الجنب و سادقه جدا قطع الجنبات تقدموا الطريقة الزيين التي تكون مناسبة او مريحة انا من بعد ما زيينتو ممكن تقدموه كقطو طويل ممكن تقدموه كمقطاع اللي تخونش يعني تقدموه الطريقة اللي بغيتو وهذا هو ما الاشكال دينا اللي وجدت معاكم اليوم وصلنا الاخر الفيديو قدرت لي معاكم اليوم الجنواز بغاناش القهوة قدمت عليكم باشكال اللي مختلفة اتمنى اعجبوكم الى عجبتكم الوصفة ديالي وما تنسوش ديال لايك للفيديو خليوا لي تعليقاتكم والى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة